عايزة أبدأ معاك بالتأكيد بالمنتخب الأولمبيا تمام رأيك في مشوار المنتخب الأولمبيا بشكل عام في الأولمبياد كان عامل إزاي؟ لحد ما نوصل للمباراة الأخيرة ما فيش مشكلة بس إحنا نتكلم نتكلم صح يعني عايزة فيه نقطة عايزة أتكلم فيها فاضلا إحنا إحنا كنا كويسين مع الناس ومتكلم عن اللعيبة كويس جدا واللعيبة دي زادت أول مباراة عادل بعد كده مكسب بعد كده مشينا كويس أول غاية مكسبنا أسبانيا كبتصايت في المنتخب ده ليس نسش كل ده وجم علاماتش المغرب طلعنا كل حاجة يعني قلنا ده جيل ومش عارف إيه والناس مش مجمارك وحش ممكن نقول إلي التركيز ممكن نقول يا جماعة مثلا استهلكوا مجهودهم خلاص مش قادرين ما إحنا ممكن نقول أعظار مطلعش يقول لعيبة مش ويحة مش كويسة لا لعبة كويسة لا لعبة كويسة إحنا ممكن نتكلم على أفراد أو خطوط في الملعب مش كويسة إنما كمجمار لعبة؟ لا بالنسبة للقرى المصرية واللي إحنا والعكة اللي إحنا فيه ده ده الجيل ده مش ويحش مع مكايلي الجيل شغال كويس يعني إنت زيت عملت بولك أنت عامل شوت ند مع المنتخب الفرنسي عالمي وكسبت المنتخب اللي أخد البطولة المنتخب أسبانيا إنت عايز إيه لو بتكلم في أرقام عايز إيه سيبك من نتيجة أي نعم آه ماكسب كبير بس دي إلي التركيز قلت خبرات من اللعبة اللي عندنا أنا شايف كده بصراحة ومجهود بس صحيح